برج الميزان شلونكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نفرق توقعات برج الميزان الاحداث العامة او الطاقة العامة الي هذا الشهر شلون راح يكون القراءة راح تكون عامة عاطفية بالاكثر لان هو يطلبتني قراءة العاطفية فراح تكون القراءة عاطفية وايضا الاوضاع العامة ممكن اذا طلعنا شي خص العمل او يخص الصحة فراح ايضا نحكي خلال هاي الفترة الاحداث اللي راح تصير كلها ان شاء الله التوقعات تكون حلوة وان شاء الله بداية خير وسعادة واموركم بها تتحسن كلها للافضل ان شاء الله اذا عجبتكم القراءة سووا لايك اشتركوا بالقناة اذا كنتم ممشتركين هس بداية اشوف الطاقة العامة البرج الميزان برج الميزان بالفترة الحالية اشوف انه البعض من عندكم ممكن يكون ديفكر حاليا موضوع ارتباط جاد او موضوع زواج لانه البعض من عندكم قاعد اشوف انه فعليا اكون موضوع زواج علي مشاكل خلال هاي الفترة فاشوف انه انت عندك موضوع ارتباط شاغلك خلال هاي الفترة او حتى ممكن يكون موضوع اذا متشان موضوع زواج فممكن يكون موضوع عائلي بالبيت شاغلك اشوف انه اكو امرأة ممكن من العائلة امرأة مقربة من عندك هاي الامرأة طاقتها شوية سلبية عليك اشوف طاقتها مو حلوة ممكن تكون طاقة حسد او حتى طاقة غيرة ممكن تكون طرف ثالث بينك وبين شريكك يعني مشرط الطرف الثالث اذا متشانت خيانة فممكن تكون يعني ام او اخت وهي تحاول انه اه اتخرب العلاقة اللي بينك وبين الشريك او حتى التعائق هي امام ارتباطكم اشوف انه اه البعض من عندكم شريكة عندها مخاوف خلال هاي الفترة تردد اشوف اكو مشاكل هواية مريتوا بيها بالسابق ايضا هاي المشاكل بسبب اه امرأة مثل ما دا اقول لكم اكو امرأة حاليا هي دا تسبب لك مشاكل او راح تسبب لك مشاكل طاقتها راح تأثر عليك خلال هذي الشهر فلازم تحذر من عندها غالبا هاي الامرأة اذا نريد نحتي مواصفات فهي تكون امرأة رشيقة وبها نوعا ما يعني طويلة مو قصيرة وضعيفة دا تشنت تتعامل وياها حتى هذا الوصف ممكن يخليك تتأكد انه هي نفسها اللي ببالك او لا وبشرتها تكون حنطية بشرتها حنطية تكون ما الى البيض نشوف انه انت شوفوا برج الميزان البعض من عندكم اشوف ان هو كان بعلاقة صار لاما اربع سنوات البعض الثاني سنتين العلاقة هاي بها هواية دا تصير خلافات او مثل ما نقول مو بس خلافات وانما معارضات العلاقة دائما قاعد تنتهي وقاعد ترجع من جديد تتصالحون وترجع العلاقة بين هنا تكون فهاي العلاقة اشوف انه هي تنتهي وترجع تنتهي وترجع تنتهي وترجع انت مقاعد تقدر تاخذ بها قرار انت الحد الان مقاعد تاخذ القرار انه انت اتوقف هاي العلاقة تماما هاي العلاقة البعض من عندكم ممكن تكون علاقة كارمل لانه هنا ايضا طلعت لي طاقة علاقة الكارمل فانت اذا كانت العلاقة فعلا هي علاقة كارمل انه اشوفها هي شي فانت حاليا عندك طاقة التوازن هنا انت بلشت تتوازن تستعيد توازنك تستعيد عافيتك ممكن تكون راح تبلش بشفاء حتى تتخلص من هاي العلاقة اللي انت موجود بها لانه طاقتك العامة اشوف انه انت روحانياتك عالية خلال هاي الفترة وقاعد تحاول انه اتشافي نفسك من الالام اللي مريت بها سابقا وايضا قاعد تسلم امرك يعني شلون الرب العالمين وتخلي الامور تمشي مثل ما هي مكتوبة مثل ما يقولون لانه قاعد اشوف عندك هواية طاقة تعب فقررت انه تتخلى قررت انه تتشافي وتستعيد توازنك اللي صار لك تقريبا سنتين انت فاقد هذا التوازن البعض من عدكم ممكن يكون صار لست اسابيع فاقد توازنة فاقد امورة يمر بمشاكل هواية فخلونا يعني نقرأ الطاقة بشكل مفصل فاشوف انه البعض من عدكم اكو علاقة انت تعرف انه انت مماخذ حقك بها علاقة متعبة جدا للبعض من عدكم العلاقة انت دائما من تقرر تنهيها وترجع مرة ثانية هذا الشخص بطريقة ما يرجع يقنعك انه ترجعون مرة ثانية فاشوف انه هاي العلاقة انت ما عندك امل بها علاقة ميؤوس من عدها وانت تعرف انه هي علاقة ميؤوس منها ولكن انت مشكلتك الحقيقية انه انت ما قاعد تقدر تطلع من هاي العلاقة بصورة تامة ورغم موجود يعني انت ما مرتاح بالعلاقة حاليا عندك نوع دائما من القلق انت دائما من ضال ما بين فكرتين ما بين قرارين ما قاعد تقدر تتخذ قرار هذا الشخص ما خليك ما عندك قرار تتخذه وقاعد تضيع هواية فرص من ايذك لبعض من عدكم هاي العلاقة طبعا علاقة زواج ممكن اكو احد الاطراف معارض هاي العلاقة عدكم طرف من الاطراف ممكن اختلافات بينك وبين الشريك هي اللي مسبب العائق بالعلاقة ممكن تكون ام الشريك لانه هنا طلعت لي طاقة امرأة هي العائق وهنا ايضا او حتى اذا كان الشريك متزوج مثلا فممكن تكون هي زوجته بس على الاغلب اني اشوفها ام واشوف انه العلاقة هاي مريتوا هواية اكو بها مشاكل عائلية اكو شخص من العائلة معارض العلاقة اللي موجودة بيناتكم فهذا الشي انت كلش متعب بالنسبة لك هواية تعبت وهواية تحس انه انت قاعد تضغط على نفسك في سبيل هاي العلاقة ما تنتهي وما قاعد تقدر تتخذ القرار انه العلاقة تنتهي بس اشوف اكو خبر راح يجيك خلال الفترة الجاية هذا الخبر شوية راح يقلب الموازين فراح بالاخص اشوف انه طاقتك نهاية الاسبوع اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه انت تطلع من هاي العلاقة واتوقفها يعني نهاية الاسبوع راح تبلش فكرة انه انت خلي اروح اني حتى لو اني مثلا مجروح حتى لو هذا الشي راح يقديني المهم ما ابقى بهاي الحيرة ما ابقى بهاي المخاوف اللي عندي القلق لان اشوف انت تحس انه طاقتك كلها استنزفت بهاي العلاقة تضحيات كلها ما قاعد تجيب نتيجة انت مجرد قاعد تحاول انه تحارب حتى وانت تعرف انه هاي الحرب ممكن ما راح تجيب النتيجة اللي انت تريدها عندك تسرع شوف انه اكو قرار متسرع او بناء على خبر سريع ومفاجئ راح يجيك بالاسبوع الاول راح يخليك تفقد املك بهاي العلاقة تماما وراح تبلش عندك فكرة انه انت تطلع من هاي العلاقة وتنهيها خاصة اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج الدلو برج الاسد وايضا برج الحوت والعقرب موجود عدنا اهنا اشوف ممكن يكون برج السرطان ايضا بالاسبوع الثاني فقلت لك نهاية الاسبوع الاول اشوف انه انت راح تتخذ قرار انه انت ترحل من العلاقة ولكن ما راح يعني تمشي بالقرار بصورة سريعة بس تحاول انه تتقنى تقول مثلا اني راح انه العلاقة بس بالبداية خلي اتاقلم ويا الفكرة بالاسبوع الثاني اشوف انه المخاوف والقلق راح ترجع تصير عندك مرة ثانية اشوف انه المخاوف والتردد والقلق الكوابيس حتى البعض من عدكم واشوف انه قاعدة تشوف كوابيس خلال هاي الفترة طبعا البعض من عدكم ممكن يكون ديعاني من طاقة اه سحر اذا شنتوا انتوا يعني تعرفون اشوف هذا السحر اذا كان عليكم طاقة سحر فهو من امرأة اه هاي الامرأة مساويته في سبيل يتوقف موضوع معين بحياتكم اه قلت لك اذا موضوع زواج فهو فهو اذا السحر يكون سحر التفريق سحر تخريب بينك وبين الشريك لانه طاقتها اساسا طاقة سوداوية هاي الامرأة اشوفها وطلعها بعد اه ورقة الزواج او ورقة العائلة فهاي الامرأة قاعدة تحاول تسوي اشياء من ورا ظهرك وممكن حتى تكون مساوية عمل او تفريق بينك وبين الشريك فاشوف انه انت عندك احلام اكو حلم راح تحلمه بالاسبوع الثاني هو مو حلم وانما نقول كابوس هو ممكن يكون كابوس حلم مخيف راح يكون راح تحلمه بالاسبوع الثاني وهذا الحلم راح يقلب لك كيانك من بعد ما انت اخذت قرار انه انت تنهي العلاقة فاشوف انه راح تحلم هذا الحلم بالاسبوع الثاني وراح ترقعد من هذا الحلم انت تم تخوف ونبسيتك كلش تعبانة وعندك اوهام هواية تبدي تتشكل براسك راح ترجع مخوفك انه هاي العلاقة تنتهي تتجدد من جديد بعد ما اخذت قرار هنا انه انه انت ممكن تمشي هاي العلاقة وتنيها وتباوع تباوع لطريقة تشوفها وتلتفت للفرص اللي موجودة ولكن هنا اشوف بعد هذا الحلم راح يصير عندك مخاوف وبعدها راح ترجع تتواصل ويهذا الحبيب اللي موجود واللي قلت لك موضوع زواج بينكم بمشاكل عائلية وراح يحكي وياك بصراحة من بعد ما راح يحكي وياك بصراحة اشوف انه هذا الشخص عنده مشاكل عائلية بالبيت اذا ما شنت انت الطرف اللي اهلا معارضين بالعلاقة فهذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية ممكن بالبيت بسبب امرأة نفس الامرأة اتكررت اكثر من مرة عندك فاما راح تصير مشكلة اليك او للشريك المشكلة عائلية وتخص موضوع زواج وراح يصير بيها كلام وراح يصير بيها صوت عالي وهذا الشي راح يتعب نفسيتك بسبب الموضوع هاي العلاقة المتعبة اللي موجودة لانه انت دا تحس انه هي قربت تنتهي عندك عشرة هنا ورقم عشرة بعشرة فالعلاقة هاي بلشت هي تنتهي هي وصلت نهايتها ولكن انت متخوف انه انت تنهيها فاني اشوف انه اه طبعا ورقة هي ورقة من اوراق الميجر اركاني فنسبة التحقق مالتها كلش عالية فالانفصال بينك وبين هذا الشخص او حتى النهاية هي راح تصير انت انت مجرد حاليا ما قاعد تمنع النهاية وانما قاعد بس تتعب نفسيتك ما تتقبل التغيير واتأخر الانفصال انت كل اللي دا سوي انه انت دا تأخر هذا الانفصال وبس ما راح تمنعه تماما فممكن انه انت تعرف انه الانفصال هذا راح يصير حاول انه تخفف الصدمة اللي ممكن تصير بك بعدين من تنتهي العلاقة وهاي الامرأة اللي بناتكم اشوف مشكل عائق كلش كبير بموضوع ارتباطكم هاي الامرأة ممكن يتكون حتى حتشاية وجهين يعني ممكن انه هي اه توقف وياك وتساندك ولكن هي بظهرك معارضة هذا الموضوع وتسبب لك مشاكل بدون ما انت تدعي فاحذر من هاي الطاقة اللي موجودة طاقة الامرأة الخبيثة السامة اشوف انه هي امرأة ام يعني مو صغيرة بالعمر امرأة كبيرة وفاهمة يعني عمرها فوق الثلاثين وعلى الاغلب تكون اما ارملة او مطلقة اذا مشانة متزوجة لانه هنانا الطاقة طاقة ارملة او مطلقة هي الكون فاشوف انه هي عندها نوعا ما سلطة او كلمتها مسموعة ولكن هي ما تحكي بالخير يعني اه عندها طاقة شوية خبيثة وايضا ممكن تكون امه من النوع اللي متسلطة جدا وهي اللي معارضة وضع الزواج فاشوف اكو موضوع زواج راح تصير بمشاكل هواية خلال هاي الفترة وراح يتعبك البعض منكم ممكن يكون هذا الوضع عائلي للمتزوجين فاشوف انه اكو مشاكل عائلية راح تصير ويا اوم ويا اخت كبيرة او حتى ممكن بسبب امرأة موجودة وياكم بالبيت امرأة منافقة حتى يتوجهين يعني ومن النوع اللي تحب تنقل اخبار عدها نوع من النفاق يعني عدها نفاق اجتماعي كلش كبير التأكيد هسا من راح اقولكم عطاقة راح تعرفوها بس خلي اشوفو لكم هاي الامرأة شينو ممكن تكون كينيكو في قرص شينو ممكن تكون شينو ممكن تكون ام ساوي سحب لكم اكو عدكم عمل وهذا العمل من امرأة مثل ما قلت لكم اشوف انه هاي الامرأة من وضحة الاوراق طلعت لها ورقة الديفل وورقة الهاي بريستيس فهاي الامرأة شوف انه هي اه بالوجه تبين امرأة يعني يعني دائما ترتدي الحجاب و تصلي وتصوم يعني انت من تشوفها تشوفها امرأة مبينة مثل ما قلت لكم وهي شيء وعكسها يعني هي الهاي بريستيس والديفل فهاي الامرأة انت من الخارج من تشوفها هي امرأة متدينة ترتدي الحجاب يعني تمشي بالعادات بالتقاليد كلامها حلو ملقاها حلو ممكن حتى انت من انت ما متوقع انه هي ممكن تكون عائق او هي الشخص المفرق هي شوف انه شوفوا هنا عندكم طاقة الكاهنة وطاقة الشيطان فهي صاحبة وجهين هي عدها وجهين عدها وجه خبيث بس هي تخفي هذا الوجه الخبيث والشيطاني والعملي بموضوع الديانة انه هي متدينة هاي الامرأة غالبا ما تكون تصلي قدامك دائما تشوفها انه هي امرأة متدينة امرأة تصلي تصوم ترتدي الحجاب تتكلم بالتقاليد تتكلم بالدين ولكن هي بالحقيقة شيطانة ورقة الدفل هي بالحقيقة تمشي بالاسحار انا شكيت من اول ما بلشت القراءة انه انتوا عدكم عمل لانه الاوراق اللي طلعت الدل خاصة هاي الورقتين فانتوا ممكن بالاسبوع الثاني تتعرضون لطاقة عمل اذا ما شنتم متعرضي له ورقة المجشين ورقة الدفل من يجونس هو ويا الكوينوف سورد وشانا طالعت لكم الكوينوف واندر ريفيرس ايضا فهاي معناها اكو عمل والعمل من امرأة العمل اللي يمسويه هي امرأة قصدها تفريق شوفوه اما تكون قصدها تفريق او قصدها تخريب الموضوع معين خاصة موضوع زواج انا اشوف انه هو موضوع زواج وهاي الامرأة راح تحاول انه هي تخربها خلال هاي الفترة وراح تصير مشكلة ممكن من بعد هاي المشكلة هي راح تلتج لانه هي تسوي هذا العمل في سبيل انه اه سواء كان انتقام او حتى ممكن اذا كانت امه وصارت هواية مشاكل بسبب هذا الموضوع فهي راح تسوي هذا العمل حتى تفض هاي المشكلة والشي اللي هي تريده يصير لانه انا قاعدة اشوف هاي الامرأة من العائلة امرأة مقربة من عدكم ومن العائلة فاحذروا طاقة السحر حاولوا تحصلون نفسكم خلال هاي الفترة تستشفون اه صورة البقرة دائما خلوها دائما اسمعوها وارقوا نفسكم حصنوا نفسكم ضد هاي الامرأة الخبيثة ان قلت لكم اشوف راح تسبب لكم مشكلة اكو مشكلة راح تصير بسببها واكو فراق حتى انفصال فالقرار لكم يرجع انا ما اقدر اقول لكم انفصلوا عن هذا الشخص لانه اكو طرف ثالث واد يحاول يخرب ولكن انتو بكل الاحوال شوفوا هي حتى هنا الطاقة اللي وقفت هي لثري اوفنتيكال فهي طرف ثالث موجود ببيناتكم وهي اللي بدي تحاول انه تخرب العلاقة وتوقفها او تحاول انه هذا الزواج ما تريد هذا الزواج يتم هذا الارتباط يتم او حتى هذا الزواج اذا كنتم مززوجين ما تريد ان هو يستمر تريد تدخل بالعلاقة باي شكل كان ما هو الطاقة العامل للأحداث والاشياء اللي راح تصير اشوف انه البعض من عدكم راح يبقى متحير واقف بالنص ما بين قرارين وراح تقريبا يعني ينسحب ما يحاول يتخذ قرار ينغلق على نفسه يتقوقع يعني ويحاول انه يحمي مشاعره يحمي قلبه لانه هو تعب يحمي نفسه من كلام لانه اشوف هاي الامرأة ايضا ممكن حتى كلام راح تسبب كلام انه تقول عليكم فعدكم طاقة حماية تحاولون تحمون نفسكم تحمون مشاعركم ما تردون تتخذون قرار ما تردون تفكروني بشي تردون الوضع يبقى على ما هو عليه لانه انتو اشوف تعبته هواية من التفكير هواية فكرته تعبته من الانتظار وراح تنسحبون اشوف انه انتو نهاية هذا الشهر خلال هاي الاربع سابيع يعني اشوف عدكم طاقة انسحاب يعني انتو راح تنسحبون من المعركة يعني اكو ناس تقول لك مثلا اني خلي هذا الصراع تعبني فاني ما اهتم داتشين تخسران او رابح المهم بس انسحب من المعركة وخلي يقولون علي خاسر ولكن اني استعيد نفسي المهم اكسب نفسي اكسب راحتي فانت اشوف يعني هاي الطاقة قاعد توصلني عنك انو انت راح تطلع من هاي المعركة كلها اللي موجودة والمشاكل والموضوع الزواج وراح من لانتعبت من الانتظار انت صار لك فترة طويلة مده اقول لكم البعض منكم ممكن صار لسنتين او اربع سنين هم بهاي الدوامة دوامة المواضيع الزواج والموضوع ما دا يتم وزواج دا يتأخر وقاعد تطلع عراقيل فراح تتخذ قرار من بعد انتظار انو هذا الطرف الثالث انت تعرف انو مو بسهولة يطلع من العلاقة فراح انت اللي تنفصل وتختار انو تطلع من هاي العلاقة وراح ترجع الدافع تحاول الدافع عن نفسك الدافع عن مشاعرك قلتلك ما تريد مشاعرك ترجع تنجرح مرة ثانية انت العلاقة دا تحس بيها انو هي ما متوازنة فاشوف انو عندك طاقة التخلي من بعد تعب من بعد فترة مريت بيها بقلق وتعب نفسي وتعب جسدي ممكن بعض منكم حتى دا يمر حاليا بازمة صحية وعلى مده هاي الازمة الصحية هو راح يترك هاي المعمعة حتى يستعيد صحته فاشوف انو انت راح تتخلى وراح تعتبر انو هذا الشي خلص بعد ما قاعد يرهم ما قاعد يصيرها دا اضطر حارب اكثر من جبهة وما قاعد الامور تمشي مثل ما اني رد ما تمشي بصالحي وممكن حتى هذا العمل اللي يسوي لك يا هنانا هاي الامرأة راح تنجح وراح تخليك تتخلى عن الحبيب وتنفصل عنه فاشوف عندك انفصال راح تتخذ قرار انو انت تترك هاي العلاقة واتوقف هاي الكارما اللي موجودة ببيناتكم صار لها فترة والدائرة اللي تنعاد 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 كل مرة يعني تتفارقون وترجعون مرة ثانية وتتفارقون وترجعون واحد لأذة ثانية يعني هي علاقة كارما دا اقول لك علاقة مصحية وبها معارضات هواية فشوف انو انت راح تنفصل قرار انو انت تنفصل تحمي مشاعرك تحمي قلبك تطلع من هاي العلاقة وتختلب نفسك تحاول انو تفكر تستعيد راحتك تستشفي حتى البعض من عندكم ممكن يكون راح يعرفوا بهذا العمل ويبلش يستشفي من عنده فراح تستشفي من هذا السحر اللي موجود هنانا واللي راح يأثر عليك وعلى حياتك كلها ويأثر على تفكيرك ويخليك عندك نوع من التشويش ما تقدر تتخذ اي قرار بحياتك وامورك كلها تقريبا تبلش تتوقف ولكن الشي الحلو انو اكو طاقة الهية راح تساعدك خلال هاي الفترة رب العالمين راح يساعدك وعندك تحصين عندك قوة راح ترجع تستعيد قوتك فمثل ما قلت لكم التحصين ثم التحصين خلال هذا الشهر للناس اللي القراءة تنطبق عليها حاولوا تحصلون نفسكم من هاي الامرأة الخبيثة اللي موجودة بحياتكم المنافقة وتستعدون توازنكم واشوف انو هاي العلاقة انتو راح تتخذون قرار من بعد تفكير ممكن اربع سابيع تأنتو صار لكم وتفكرون او حتى راح تفكرون خلال هاي الاربع سابيع وراح تتخلون عن هاي العلاقة وتركوها وراح تبلشون تشوفون حالكم شوية واشوفو لكم راحة من بعد ما طلعون من هاي العلاقة كل التوفيق لكم برج الميزان والله يكفيكم ان شاء الله شر الناس الحاقدة وشر الناس الحاسدة وشر العمل وطبعا الله اعلم بالغيب احنا مجرد نقرأ توقعات فلا تاخذوها انو هي حقيقية مية بالمية وطبعا ما ممكن تنطبق على جميع القراءة تنطبق على فئة معينة والناس اللي تنطبق عليهم هما يعرفون نفسهم وهما راح يحصنون نفسهم فالله يكفيكم شر الناس الخبيثة الناس الحسودة والناس الحقودة وان شاء الله الشهر يعدي عليكم بسهولة والطاقة تكون خفيفة كل التوفيق لكم برج الميزان حصنوا نفسكم زيان واشوفكم بخير ان شاء الله التقيكم